بسم الله الرحمن الرحيم احنا نحتفل به من نهاردة فاستأذنوني الحقيقة في ربع ساعة قلتلهم لو عايزين نصف ساعة كمان ما عنديش اي مشكلة لان جمهور النادي الاهلي بيبقى سعيد بهذه التكريمات وسعيد بهذه الاحتفالات واحنا كقناة بنبقى سعداء اكتر لما بيبقى معانا نجوم ونجمات النادي الاهلي في كل الالعاب في كل الالعاب بعض الاصدقاء على السوشال ميديا وعلى تويتر او على اكس تحديدا كانوا بمناسبة ان انا بتكلم على الاحتفالات يعني كانوا بيلوموا على القناة ان احنا لا نحتفل بكل بطلات وابطال الالعاب الاخرى ولكن انا عايز اقول لحضراتكم بس الوضع سريعا جدا في هذا الامر دايما وكل يوم صباحا ومساءا بنحاول ان احنا نتصل ببطلات ونجمات ونجوم النادي الاهلي عشان يبقوا معانا على الهواء مباشرة ولكن مثلا كرة الطائرة رجال كلهم خدوا اجازة وسافروا فقولنا لما حيرجعوا ان شاء الله حنحتفل بيهم مع حضراتكم على الهواء مباشرة كلمناهم فاستأذنونا ان هما لما يرجعوا ان شاء الله نحتفل بيهم فطلباتهم اوامر بالنسبة لنا لانهم بسطونا واسعدونا الحياة خلال الفترات الاخيرة طيب بالنسبة لبطلات الكرة الطائرة بطلات كرة الطائرة انا عايز بس اوري انا انا اسف ان انا هحكي هذا الامر لانه موضوع مهم ويوري قد ايه ان النادي الاهلي بيفرق عن اي حد تاني بيفرق عن اي حد تاني وبطلات النادي الاهلي بيفرقوا عن اي حد تاني بطلات النادي الاهلي في الكرة الطائرة زعلانين ان هما خسروا بطولة وكسبوا ثلاث بطولات زعلانين احنا عندنا في كل موسم اربع بطولات في كرة الطايرة سيدات الاربع بطولات دور احنا كسبنا تلات بطولات وخسرنا بطولة فهم زعلانين خجلانين ان هم يطلعوا مع جمهورهم وهم خسرانين بطولة فعشان كده بنحاول حقيقة نقول لهم لا احنا عايزين نحتفل معاكم ونحتفل بيكم على الهواء مباشرة ومع كل جمهور النادي الاهلي لانه احنا عارفين ان انتو زعلانين ومتدقين وكل حاجة ولكن خدتوا تلات بطولات احنا واخدين في الطايرة رجال وسيدات سبع بطولات من ثمان بطولات يا جماعة سبع بطولات من ثمان بطولات وبعدين الناس ترجع تسأل هو ليه الاهلي مختلف الاهلي مختلف عشان موضوع زي اللي انا بقول لكم عليه بتتكلم مع الكابتن المدير الفني كابت إبراهيم ومع اللاعبات كلهم الحقيقة مكسوفين وخجلانين ان هما يطلعوا عشان اتغلبوا في بطولة ما كانش من المفروض ان انا اقول هذا الكلام ولكن انا قلته لحضراتكم عشان تفخروا بناديكم تطبستوا بناديكم تعرفوا ان انت خدت سبع بطولات في الطايرة رجال وسيدات من ثمان بطولات سيدات الطايرة زعلانين بس شوية مش عايزين يطلعوا عشان كده فانا الحقيقة ببقى ممكن وانا بسمع الرد ببقى سعيد ولكن طبعا نفسي في نفس الوقت اقول لهم يا جماعة طلعوا معينا عشان الناس تتبست عشان انتوا كمان تتبستوا وتبستوا الناس انتوا خدتوا ثلاث بطولات وتستحقوا التكريم وتستحقوا الاحتفال انا بس شرحت الموضوع وبسرعة لانه كان هناك بعض على التويتر تحديدا يعني الناس كانت بتلوم على ادارة القناة شوية او على المزعين اللي في القناة شوية في هذا الامر ولكن هذه هي الحقيقة انا بقول لحضراتكم الحقيقة كاملة بدون اي تزويق وبدون اي حاجة خالص عارفين ليه عشان هذه القناة لحضراتكم لجمهور النادي الاهلي فعمرنا ما حنبقى قادرين ان احنا نعمل حاجة وكل مرة اطلع اقول مثل هذا الكلام عمرنا ما حنبقى قادرين كأدارة نعمل اي حاجة وما نعملهاش عمرنا عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين ومعانا في الصورة حبيت بس ان انا اشرح لحضراتكم ايه اللي بيحصل في موضوع الاحتفالات ان شاء الله كابتن هيسم السعيد حيحتفل لسه كنت باسأله فقال لي هحتفل برجال الاسكواش ان شاء الله في الاسبوع القادم اعتقد يوم الاربع وبعد كده تباعا ان شاء الله سنحتفل بجميع فرق النادي الاهلي اللي حصلت على بطولات لان هناك بطولات كتيرة جدا جدا خدها النادي الاهلي